سعر الجرام الواحد من هذا المصحوق يصل إلى 500 دولار وهو 30 ضعف السعر الذهب ومن المثير للدهشة أنه نوع خاص من السخام مصنوع من جزيئات تسمى الأنابيب النانوية الكربونية يبلغ قطر الأنبوب النانوي جزء من مليار جزء من المتر وأنحف من خيط الدي اناي إلى أنه مليئ بعالم واعد والذي أثار اهتمام الكثير من الناس بمن فيهم العالم الذي اكتشفه يعمل ريتشارد سمالي أستاذ للكمياء في جامعة رايس في هيوستن بولاية تيكسس في عام 1985 كان برفقة زميليه الكيميائيين روبرت كيرر وهارولد كروتو بصدد دراسة الظروف الكيميائية في الفضاء الخارجي باستخدام معدات الليزر والتحليل الطيفي المتقدمة كانوا يبحثون عن دليل قد يساعد في الكشف عن الطبيعة الكيميائية لمواد النجوم وبدلا من ذلك اكتشفوا شيئا آخر والذي كان سببا لأن يتقاسم جائزة نوبل للكيمياء للعام 1996 ما الذي اكتشفته تحديدا؟ حسنا في عام 1985 خلال أسبوع اكتشفنا أنه كان يوجد عنقود خاص من ضرات الكربون وهي 60 الضرة ولقد كان أمرا مذهلا لقد كانت مستقرة مقارنة بأي عنقود آخر وتسألنا عن السبب أطلق سمالي وكروتو وكيرل اسم قراد بوكي على الجزيئات الجديدة نسبة إلى المهندس المعماري الذي صمم القبة الجيوديسية لقد اكتشفوا فئة جديدة من جزيئات طويلة كربونية بالكامل والتي أطلق عليها اسم الفلورينات وهو جزيئ لا يتكون فقط عندما ترتبط بعض الضرات معا بروابط قوية هناك خاصية أخرى للجزيئ وأنها عندما تضع الضرة الأخيرة فإن الأمر يكتمل ببساطة إنه يستقر وتقدم ضرة أخرى فيقول كلا شكرا أنا مكتف بما أنا علي حسنا هذا ما كان عليه القربون 60 كما نقدم له ضرات قربون أخرى في الجهاز الذي بنيناه وقال كلا سوف أبقى عند 60 وهذا هو الجزيئ على الأقل كان جزيئا في خاطري بدى وكأنه يفسر النتائج والذي يمتلك أعلى تناصق مقارنة بأي جزيئ آخر معروف إنه شيء ضخم يمتلك قطرا بحوالي نانومتر تقريبا حوالي عشر أنجستروم هنا في عام 1991 حصلت أهمية الفلورينات على قوة دافعة أخرى عندما اكتشف سوميو إيجما وهو أحد العلماء في مؤسسة NEC فئة أخرى من العجائب ولكن هذه الفلورينات كانت مختلفة قليلة كانت مصنوعة من جزيئات مجاوفة من الكربون الخالص والتي شكلت أنبوبا مجاوفا لمثيلة له يسمى الأنبوب النانوي الكربوني أو أنابيب بوكي تكريما لاكتشاف اسمالي هناك كرة بوكي أليس كذلك؟ حقا ثم أصبح هناك أنابيب بوكي أجل لقد فهمت أصبحت هذه الأشياء هائلة الآن أمبوب بقطر هذه القرى وهذه الفلورينات نفس نوع البنية هذه الخماسية وهذه السوداسية يوجد ست سوداسيات هنا وست هناك بإجمال 12 وفيما بينها جميع هذه الخماسيات والآن هذا الشيء يشبه كابسولة بوكي ولكن يمكنك أن تتخيل هذا الشيء طويلا للغاية في الواقع هذه الأشياء مصنوعة بملايين الأضعاف لطول قطرها وتمتلك هذه الكائنات خصائص رائعة مثل ماذا؟ وبدلا من حمل هذا الشيء المصنوع من البلاستيك والذي أستطيع أن أمزقه إربا بسهولة إذا أمسكت بأنبوب بوكي في يديك وسحبته فستجد أنه أصلب شيء في الكون أصلب من الحديد؟ نعم أصلب من الماس؟ أصلب من الماس ولكنه فتى ناضد يمكنك أن تجذبه سوف تجد أنه يمكنك أن تمطه وتتوقف قبل أن ينكسر بقليل نتوقع أن نجده أقوى بمائة مرة من الحديد من حيث الشدة وأنه أقوى الألياف التي يمكنك أن تصنعها من أي شيء على الإطلاق وهذا يعني أنك إذا سألتني بعد مليون عام من الآن عما هو أقوى شيء هو نفس الشيء شيء أقوى من جميع الأشياء الممكنة هذا ما في الأمر وهو مجرد كربون ومن ثم يمكنك أن تأخذ الفحم أو المجارير أو الإطارات المطاطية القديمة وتحويلها إلى أنبيب بوكي تخيل ما يمكننا عمل بهذا الشيء إذن نستطيع تجديد العالم يمكننا صنع كابلات قهربائية مواصلة للقهرباء أفضل من أن حاسب وزن واحد على ستة من وزنه إذن عندما تفكر بشأن ذلك هل تعتقد أن ذلك حقيقي؟ هل يبدو من ضروب السحر؟ إنه كذلك ما احتمالية أنك تستطيع اكتشاف شيء كهذا ولكن هذا أحد الأشياء الرائعة بشأن فهمنا الحالي للكيمياء والفيزياء في الواقع يمكننا حساب سلوك الأشياء جيدا في الوقت الحالي يتمثل اللغز الكبير في الكرة بوكي وهذه الأنابيب لن يعد أمرا مذهلا إذا صنعتها إنه أمر مضحك أنك صنعتها بالفعل تعد الأنابيب النانونية الكربونية أحد أسباب شهرة مصطلح تكنولوجيا النانو يصفها البعض بأنها الثورة الصناعية الحديثة يشير مصطلح تكنولوجيا النانو إلى بناء الأشياء من العدم مثل هذا المحرك النانوي إنها المقدرة على تجميع لبنات البناء الذرية والجزئية من الطبيعة لإنشاء جيل كامل من المنتجات والتطبيقات والتي تعتبر أقوى وأدقة هل هذا هو عالم الكيمياء التالي؟ هل هذا هو شيء التالي في الكيمياء؟ أنا سعيد أنك استخدمت كلمة الكيمياء لوصف هذا حيث إن ذلك هو حقيقة الأمر بالفعل لا يمكننا التقاط كل ضرة بإصبعنا ولسقها في موضعها ينبغي لنا أن نجعل الضرة تتجمع ذاتيا ويجب أن تأتي من مصدر للضرات رخيص الثمن ويمكننا إجراء ذلك بكفاءة هناك اسم نطلقه على ذلك نسميه الكيمياء بالطبع حاليا نسميه تكنولوجيا النانو إنه الشيء نفسه نسعى لإنشاء بنية بنفس الشكل لقيام بذلك مئات التريليونات من المرات الثانية بتكلفة منخفضة مع عدم وجود أثر بي لتسمح لنا بفعل ما لم نكن قادرين على فعله من الناحية التكنولوجية صنع الأشياء إذا كنا قادرين بأقصى مستوى من الجودة وهكذا تبني الطبيعة دوما نفسها سوف نفعل ذلك حيثما ذهبنا إذن هذا ما يجعلك تواصل الحضور إلى العمل؟ أجل إنه نوع من الرومانسية